اهلا بكم كنا عملنا حلقة خاصة عن سيارات بي ام في او بي ام دابليو في مصر وبما ده كانت الحلقة الخاصة دي بمناسبة الوكيل الجديد اللي جيه للسيارة وهو اه شركة جلوبال اوتو في مصر اللي هي منبسقة او بتعاون او بالشراكة مع اه شركة الغانم او مجموعة الغانم للسيارات اللي موجودة في الخليج في الكويت تحديدا وفي اماكن اخرى وهي وكيل بي ام هناك برضو و اه اكلمنا عن اه بداية الوكيل الجديد مع السيارة في مصر في تسعة وعشرين اكتوبر اللي هو اه تسعة وعشرين نوفمبر بدايتها من تسعة وعشرين نوفمبر وبداية بيع السيارات و اه من الواضح ان الوكيل بداياته الوكيل الجديد جلوبال اوتو اه بداياته قوية و اه يعني نتوقع في الفترة الجاية دي اخبار كتيرة قوي منه و نتوقع اه ازدهار لعلامة بي ام في مصر من جديد بعد فترة الديكاي اللي حصلت لها. اه فخلونا نشوف ايه اخر التحديثات اه من شركة جلوبال اوتو وكيل بي ام في في مصر اه بخصوص خدماتهم في الفترة الجاية او بخصوص خطتهم في الفترة الجاية. يلا بينا. جلوبال اوتو وكيل بي ام في في الجديد في مصر يطلق خدمة السيارات المستعملة. خدمة السيارات المستعملة. هذا الشيء جيد وجميل ومعمول فيه بعربيات آآ عالية ومحترمة زي سيارات فولفو. خدمة السيارات المستعملة. بيع وشراء السيارات المستعملة واستبدالها وكده. خلونا نشوف بيقول ايه? آآ خدمة للسيارات المستعملة معتمدة تقدمها في مصر مع واكلها جديد شركة جلوبال اوتو. اعلنت شركة اليوم خلال المؤتمر الصحفي للتقديم البي ام في في السوق المصري وكذلك ميني لأن هما وكيل بيم في ووكيل سيارات ميني عن توفيرها للجميع الطرازات الجديدة من سيارات بيم في وميني بكل فئات فوقس كل الفئات وستقدم ضمن السيارات الجديدة عائلة بيم في العادية وبيم في ام ومدلات ام وطرازات بيم في الكهربائية تحت علامة اي كمان يعني الوكيل هيركز برضو او هيزود او هيقدم جنبا الى جنب مع السيارات المحركات الاحتراق الداخلي بنزين هيقدم السيارات الكهربائية تحت علامة اي كما ستوفر خدمة السيارات المستعملة المعتمدة تحت اسم بيم في بريم يام سيليكشن كما سيتم تقديم كل سيارات ميني كذلك في سوق المصري ستوفر الشركة بجانب السيارات الجديدة والمستعملة خدمات لتمويل السيارات بالاضافة الى نظم وبرامج تأمين مختلفة كما اكدت الشركة تركزها على توفير خدمة التنقل الكهرابي والحلول الرقمية للتنقل والاستدامة حيث يعتبر ذلك اساس استمرار ونجاح الشركة في مصر قالت الشركة انها اعتمدت على خطة تسمرات بقيمة 150 مليون دولار لتوفير 1600 فرصة عمل وتقدم الشركة باقد صيانة شاملة لكل تكليف الصيانة دورية لمدة ثلاث سنوات او ستين الف كيلومتر بالاضافة لضمان خمس سنوات او متين الف كيلومتر ده من التحديثات الجميلة اللي جاي بها يعني جاي بها وكيل بي ام في مصر وهو جلوبل اوتو ان هو هتشتري منه سيارة جديدة هيديك خدمة صيانة دورية ثلاث سنوات فري طبعا الفري طبعا هنا بتبقى فيه مصنعيات صيانة والكلام ده انها ما بتبقاش باسعار قطع الغيار وهكذا باعتقد يعني او ستين الف كيلومتر ايوه ما اسبق يعني اللي يحصل الاول اللي بنتهي تنتهي فترة الصيانة المجانية كمان بيقدم مع سياراته ضمان خمس سنين او متين الف كيلومتر وده ضمان متميز كما تشمل الخدمات الجديدة برنامج اسمه بي ام في ايليت الذي يوفر مزايا خاصة ومختلفة لأي اسرة تمتلك اكتر من سيارة بي ام في او ميني او من كلا النوعين يعني لو انت شارع عيلة وعندك في عيلتك عربية بي ام وعربية تانية ميني او عربيتين بي ام او عربيتين ميني هتدخل في برنامج اسمه برنامج بي ام في ايليت بيديك مزايا خاصة للأسرة اه طيب اه هذا هو ما وصلنا اه فيما يخص اه تحديثات شركة جلوبال اوتو وكيل بي ام في الجديد اه ونختم بالصورة اه لأحد السيارات بي ام في الصورة مش واضحة قوي يعني اه بس دي مش عارف دي موديل ايه المهم ما علينا وبس كده اه الى لقاء في فيديو جديد حتى ذلك الحين في امان الله اشتركوا في القناة